برج الميزاني اهلا بكم من واحد مارس الى سبعة مارس ايه اهم الاحداث القادمة في الطريق اليكم خلينا نشوف لايك وشير سبسكرايب علشان نقدر نستمر في القناة وتكون افك الموسيقى من ضمن الحاجات اللي هتساعدكم يا برج الميزان انتو تكونوا في تردد طاقي عالي جدا جدا جدا. ما انكسر قلبك يا برج الميزان سيحاول رجوع والتواصل معك. شخص قصر قلبك شخص دي اك ووجعك ابتعد عنك بشكل مفاجئ بيرجع ليك اوكي بيرجع ليك وبيرجع ليك زي ما انت عاوز خلينا نشوف اكتر والشخص ده على فكرة القصر قلبك قد يكون هوائي من طاقة هوائية او ميزان او بيحمل الطاقة النارية لكن الشخص ده بيرجع ليكو بيرجع ليكو في الاسبوع ده حد هيحاول يرجع هيحاول يتواصل ويمكن كانت العلاقة بينكم وبين زواج في الماضي او فيها امكانية للزواج او الارتباط. عامة بتفتح اليكم فرص الرجوع او ابواب ايجابية لو انتو حابين ترجعوا للشخص ده او مش ترجعوا هو راجع فلو انتو حابين تقبلوا بالرجوع او بالتواصل طاقين الطاقة حلوة يعني فيه معاملة كويسة فيه امكانية رجوع فيه ان الشخص ده مسامح فيه ان الشخص ده فاتح ليك قلبه فيه ان هو تغير او بيتغير على شينك يعني فشخص من الماضي يعود اليك ممكن يكون كانت توقم ليكو برضو اوكي في الاسبوع ده بتزداد ليكو طاقة الشهرة او النجومية ممكن لو انتو اشخاص بتسعوا للنجاح للشهرة ان انتو تكونوا معرفين لو انت عندك مشروع او براند او حاجة والحاجة دي مش معروفة فهيبقى فيه فرصة كويسة اوي انها تنطلق الاسبوع ده اسبوع او حظكو في الحب على فكرة يعني الاسبوع ده لو انتو كنتو في علاقة توأم شوالة مزيف او كنتو في علاقة اه حبيتوها اوي بس تركتوها بس عايزين ان انتو تقرروا نفس العلاقة تاني او نفس المشاعر تاني او نفس القصة تاني او نفس حالة الحب تاني فانتو جايلكم من عند ربنا الفرصة بتاعة القصة الحب الالهي او او العشق الالهي بس مش عارفة اجيبهالكم ازاي يعني ممكن انتو ناس متدينة قوي ده حاجة الحاجة التانية ان انتو جايلكم شخص هو برج ده اوكي او والشخص ده جايلك كده زي عارف ملاك حارس نزلك من السماء او الملاك الحارس الخاص بيك في ازيال حياة وهيبقى بينك وبين الشخص ده طاقة العشق العلية اوى العشق الفضيعة جدا جدا اللي توصل للسماء اللي توصل لابعايد فضيعة جدا جدا ما شاء الله لو انتو في حد فحياتكم برج الدالو اسمعوا قراءة برج الدالو oxygen طيب خليني نستكمل بس انتو هتلاقوا التوقم الكوني بتاعك في الاسبوع ده هتجتمعوا به او هتلتقوا به هيبقى في لقاء وجها لوجه وهيبقى فيه تلامس باليد ايضا مصافحة مع توقمك الحقيقي الاسبوع ده وحد فيكو الالوانات المفضلة عنده الابيض او الاحمر او اللون الرمادي يمكن انت يمكن هو يمكن انتو الاتنيان سوا لو انتم متعرضين يامي زين للسحر او مسعين عند ربك بتشفى واقول لكم على حاجة جايز الشخص اللي ما بعتلك اللي انا بعتلكم جايز ده يكون طاقة ملاك حارس ليك او شخص زي مبعوض لك بالسماء يمكن دخول طاقته في حياتك بتشفيك والله انتم ما شاء الله عليكم حظوكم حلو لانه هنا في منكم ناس ممكن تكونوا مقاريفين موتكم مش حلو مش مبسوطين حياة معكم وملا فيه مش مرتاح ينو بس في طاقة شخص معين التقائك به او دخولك معاه في علاقة بتعملك كده بتعملك مسح لكل القرف لكل السلبيات لكل الحاجات المش كويسة تشافي عميك من السحر في حد هنا تصحر قبل كده عرض لسحر قبل كده ويمكن ربك نجاك من الموت من الهلاك من شيء مدمر بورج الميزيل لو انت كنت سبت الشغل بتاعك هترجع لي لو تم طردك او انت بتبحث عن وظيفة او عن شغلة او بتشتغل حاجة اونلاين هتعمل فلوس كتير قوي لو انت بتشتغل مثلا في التسويق الشبكي او او فريلانسر او حاجة يعني او او يوتيوبر او عندك محتوى اونلاين هتعمل فلوس كويسة جدا جدا الاسبوع ده وقتل طقية بالشخص اللي هو التوقم الكونه بتاعك من خلال شغل او من خلال عملكه او التواصل مع السماء والتقاتئarin هتفرق اوه في التردو ده تلطقية بتاعتكم يبرج الميزيل للاحسن اوك اخذو نجدكم على شخص خلينا نسمعها رسالته ليكو ناخد رسالة كده بسيطة او قصيرة ولو في انتو ناسبت يعني في التعليقات تقولولي لو بتتعملوا مع حد بورجت دالو اسمعوا القراءة بتاعة بورجت دالو شخص ده بيفكر فيكو كتير قوي ممكن يكون متباعد عن نوكو دلوقتي وبتتواصله فقط بالروح هيحاول يرجع هيحاول يتواصل ولو الشخص ده هو برضو اللي من بورجت دالو ولو كان في بعض التعطيلات او بعض الاسحار اللي موقفة العلاقة دي العلاقة دي هتتحرك حتى لو كانت بتتحرك بصعوبة لكنها هتتحرك شكرا ليكم بورج الميزان واشوفكم على خير في الفيديو التانية لايك وشير وسبسكرايب في القناة باي باي